بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى نحمده على ما أسبغ علينا من النعم الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم تلكم النعم الوثيرات النقيات الصافيات الوفيرات الوثيرات التي لا تؤد ولا تحصى وتعتي في مستحلها دائما وعبدا حتى إلى قيام الساء نعمة الإسلام حاضى الدين الحنيف الذي فطر الله من ناس عليه لا تبديل لكلمات الله حاضى الله لهذا الدين برحمته من عباده من شاء له من شاء له الحداية وكتب عليه التوفيق وخسن الرجع والمغفرة والهداية والإخلاص والمتابع وأضل بأضله أن هدعي هذا الدين الهنيف من كتب الله عليه الشقاوة من عباده الله أسأل أن يجعلنا من المهتدين ومن المتمسكين بأروة هذا الدين الحنيف التي لن في الصام لها أسأله جل جلاله أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويغفر لنا خطايانا كلها في هذا الشهر المبارك ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما عالنا وما هو الله آل به مننا كما أسأله جل جلاله أن يرزقنا قياما والصيام هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا ويرزقنا قياما ليلة القدر هذه الليلة الوهيدة التي عبادتها خير من علف شهر لقول أسبوعنا وتعالى ليلة القدر خير من علف شهر يرزقنا قيامها والعبادة الخالصة التي تكون فيها لوجه الله أسبوعنا وتعالى يرزقنا إياها إيمانا واحتسابا وما نصلي ونصلم على معلم البشرية الخير كله محمد صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين خيارات هذه الأمة بعد الحبيب صلى الله وعليه وسلم وبخاصة الخلفاء العرب المهديين بعد الحبيب صلى الله وعليه أبي بكر وعمر وعثمان وعليه رضي الله سبحانه وعنهم وأرضاهم وعن الصحابة إجمعينا وعن التابعين وتابعي التابعين ورحمي اللهم بفضلك كل من استنى بسنتهم وانهج منهجهم واحتدى بهداهم وسار الأذر واختفى بأثارهم وسلك مسلاقهم إلى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرعين منهم يوميذ مشاء يغنيه كما أسألك جلالك أن ترحم مشايخنا ووالدين وعمواتنا وعموات المسلمين أجمعين أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل حديثنا مع أحكام الصوم حيث رست بنا سفينة أمس مع الموضوع المشار إليه تحت أنوان أو تحت قوسين ما هي مفسدات الصوم إن شاء الله سنبدأ الحديث اليوم مع البند السادس أو مع الحالة السادسة التي تفسد الصوم في نهار رمضان بعد تلوء الفش إلى الغرب على وهو القيء أمدن لقوله صلى الله عليه وسلم من ذراءه القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء ونقول وبالله التوفيق وعلى تغني بخيم بخيم اللعا تغني عندنا نكام 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 اللعا تغني نكام 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 ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل